اشتركوا في القناة لغاية يوم السبت السابع والعشرين من الشهر نفسه وقال المستشار حمزة انه في اطار الالتزام بما نصت عليه احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية حول عرض جدول الناخبين لمدة اسبوع وقبل 45 يوما على الاقل من المعاد المحدد لاجراء الانتخاب فان الادارة التنفيذية للانتخابات قد اتمت كافة استعداداتها الفنية واللوجستية والادارية لاستقبال الناخبين في لجنة الاشرافية على سلامة انتخاب عضو مجلس نواف في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة المحرق ومقرها مدرسة البستين الاعدادية للبنات وذلك خلال الفترة المعلن عنها اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا ولغاية التاسعة مساء كما لفت الى اتاحة عرض جدول الناخبين بشكل الكتروني على الموقع الرسمي للانتخابات بهدف تمكين الناخبين من الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية وتقديم طلبات تغيير وتصحيح بياناتهم على نحو لا يتطلب الحضور الشخصي الى المراكز اكد على ضرورة قيام الناخبين بالتأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية مع الالتزام بتقديم طلب القيد او التصحيح خلال مدة عرض الجدول وذلك قبل مرحلة الاعتماد النهائية من قبل السادة القضاء مما يجعل من ذلك الجدول غير قابل للاعتراض عليه ترجمة نانسي قنقر